موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج ملاعب بلدنا طبعا مباراة غريبة ومباراة مثيرة يتصدر نادي الزمالك بطولة الدور العام بعد فوزه على نادي المصري البور السعيدي بثلاثية مقابل هدفين في مباراة ولا أروع في الدور المصري حتى الآن طبعا معي في الفقرة الأولى الكابتن مروان بسيوني مدير فني موليد 2001 بنادي العبد منهور الرياضي السلام عليكم ورحمة الله وحضرتك طيب الله خليك طبعا عايزين نتكلم عن الإنجازات اللي انت شاب صاعد ومدرب واعد طبعا عملت تفرق في قطاع الناشئين بنادي العبد ضمنهور وبالأخص في فريق 2001 وطبعا مباراة كأس مصر متصدر مجموعة بحري ومنفردا في هذه المصابقة المستحدثة من قبل لجنة المصابقات بالاتحاد المصري مكلمنا كده عن شكل هذه المصابقة الأول أنا بشكر حضرتك على الدعوة الكريمة ديت ومع حد من الناس اللي هي محترمة في مجال الرياضة وصاحب بصمة طبعا في مجال السمار الرياضي الله يخبر الله يخبرك والله الحمد لله احنا للفترة اللي فاتت انتهينا من دور المنطقة والقطاعات تمام الحمد لله احتلنا المركز الأول تمام كويس ودخلنا على بطول الكاسم مصري الاتحاد المصري نظامها في شهر ميو بدعنا أول ماتش يوم 18 ميو كان مجموعتنا فيها طنطة نادي طنطة ونادي بروكسي ونادي كوم حمادة وإحنا الحمد لله لعبنا أول ماتش ضد نادي طنطة في طنطة كتبنا أربعة ثلاثة كسبت طنطة في طنطة اه اه او دي اول مباراة اه اه لعبنا ثلاث ماتشاط في خلال اسبوع يا كابتون احمد يعني كل ثلاث تيم اه طب كويس تمام اه الحمد لله مبارات تانية على ملعبنا كانت ضد نادي بروكسي والفرير المحترم والحمد لله كسبنا اتنين واحد طب كويس اه والنهاردة الحمد لله تعادل واحد واحد اه واحتلنا نهينا الدور الأول المجموعة الحمد لله احتلنا المركز الأول وبإذن الله حنقابل المركز صحيح بالمركز الثاني من مجموعة سكندريا ان شاء الله اللي هو عيب قنادي حرص الحلول ان شاء الله اللي هو حرص الحدود اه على ملعبنا ان شاء الله بإذن الله المباراة تحدد لها ولا لسه الاتحاد المصري لسه ما علانش عن التوقيت بتاع المجرد ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله طبعا موليد 2001 فرقة جيدة طبعا هي اللي تحت من الفريل الأول نديع العبد المنهور اه هي الحمد لله انا بقى ليه سنتين موجود مع فريل 2001 طبعا المنظومة انا عايز اتكلم طبعا فرصة ان انا اشكر مجلس قدرة نديع العبد المنهور برئاسة الاستاذ عبدالله والمجلس كامل الاستاذ عبدالله مشرف على قطاع الناشئين تمام الناس وكابتن طبعا ناصر راشد وريس قطاع ناشئين كابتن محمد العرجاوي طبعا مداربين أفاضل للناس يعني لهم باعت كبير وعملين محاقين طفرة جيدة الحمد لله الناس في ظهر القاو وعملين طفرة كويسة جيدة كابتن باسم الرجال طبعا كابتن باسم باسم مرسي كابتن باسم اوه طبعا كابتن باسم طرما جدا تاريخ طبعا وتاريخ العبد المنهور فعلا طبعا الناس كلها في ظهرنا وطبعا الاداريين كابتنون أركان شاوي كابتن محمد سمير مدارب حراس تعالفين واحد وقبل كده كابتن احمد الرجال الحمد لله منظومة متكملة فريق الفين واحد يعني مستقبل ان شاء الله النادي ده منهور كلنا بنقبل ان هو يكون نواه للفريق الأول بإذن الله في عناصر مبشرة جدا طب قبل ما يخش على عناصر مبشرة وتردرها لكابتن طبعا نروح طبعا لمجموعة الموت مجموعة القاهرة طبعا نتائج مجموعة القاهرة في القسم الثاني في الممتاز به النص يفوز على كوكاكولا بهدفين نظيفين والنجوم والقناية عادلة بهدف لكل منهما وطنطا مع بورتو السويس طبعا تعادل بدون أهداف طبعا طنطا يعني على وشك على وشك الهبوط لأنها يعني في المركز الأخير في موقف حريق جدا من الممتاز ألف للممتاز به لقسم الثالث ده تبقى كرسى في حق وتاريخ نادي طنطا طبعا طبعا مجموعة القاهرة لنا ذكرت طبعا بعض النتائجها متصدرا هذه المجموعة بورتو السويس برصيد 38 نقطة القناة قفز للمركز الثاني برصيد 36 نقطة التلسانة أيضا في المركز الثالث 36 نقطة أيضا والداخلية برصيد 36 نقطة وكوكاكولا برصيد 35 نقطة ومنتخب السويس طبعا 35 نقطة مباراة واحدة حتفرم ما بين الخامس والأول طبعا مجموعة غريبة ولكن مجموعة قوية جدا الترتيب طبعا طنطا في المركز الأخير سرس الليان طبعا قبل أخير الزرق قبل أخير طبعا طبعا دي المجموعة الأولى مجموعة القاهرة وخط القناة وتصدرها بورتو السويس معايا الكابتن إسلام محمد الكابتن إسلام حبيب كابتن إسلام أخبارك تحياتي لحضرتك الحمد لله حبيبي تمام والله تحياتي لحضرتك تحياتي لقناة الصحة والجمال تحياتي لدف حضرتك كابتن إسلام النادي الأهلي طبعا مع أنك يعني متعايش وعايش في النادي الأهلي عايزين نعرفه أهم الأخبار وأهم الكواليس في رحلته لقطر خلنا طبعا من خلال حضرتك ومن خلال قناة الصحة والجمال طبعا بغض النظر بقى عن انتمعات كل واحد فينا نتمنى طبعا للنجل الاهلي الفوز طبعا في الطرق الرئي الاهلي بيمثل طبعا مصر الاهلي مش رايح بيمثل الاهلي فقط لا الاهلي الاهلي لما بيكون برا بيكون الاهلي المصري خلني بس نبدأ مع حضرتك كده ان الاهلي النهاردة مرن في ملعب قطر القطري عايز اقول لحضرتك كانت تمرينة جيدة جدا عايز اقول لحضرتك كمان ان حصل اتصال مفاجئ من الكابتن ولا الجمعة للكابتن زايد عبد الحفيظ اتطمن فيه طبعا على البعثة اتطمن فيه على حال الفريق عايز اقول لحضرتك الامور كمان بتصير بشكل جيد جدا هو بس كل العقبة بس ان درجة الحرام والدفع شوية درجة الحرام بتصل بالليل ل37 درجة أو 38 درجة هو ده بس العقبة الوحيد اللي قدام الفرق لكن عايز اقول لحضرتك ان الفريق كله جاهز من خلال حضرتك برضو عايز اقول لك جاهزية الكابتن يعني معلول جاهزية الكابتن حمد فاكسي الحمد لله الشريق كله جاهز بدنيا فنيا وانا اعتقد ان شاء الله بإذن الله ان الاهلا يرجع من قطر بإذن الله متوج ويضيف كمان بطورة قرية جديدة يناسز بيها طبعا الاكثر تطويجا بالالقاب على مستوى العالم تمام كابتن اسلام فيه اصابات في بعض الناس العليا لا زي ما قلت لحضرتك هو بس كان فيه طبعا اجهات الكابتن عيمان اشرف كان بيشعر ببعض الاجهات طبعا نظر لتوالي المباريات سواء في الدورة او في الدورة افريقيا انما عايز اقول لحضرتك كابتن احمد ان الكابتن عيمان اشرف شارك النهاردة في بعض في جزء من التدريبات كابتن عيمان اشرف كان في مرحلة التأهيل الاخيرة طبعا نظرا للاجهات اللي هو كان بيمر به بس عايز اقول لك ان البعثة كلها طبعا وجود الكابتن كمان محمود الخطيب مجد كمان البعث دفع قوي جدا انهم بإذن الله يرجعوا بإذن ذا بالصبر الافريكي اللعيبة كلها جاذة اللعيبة كلها متحمسة كابتن احمد يعني الاجواء كلها حلوة يعني الروح حلوة الحمد لله كل حاجة ماشية على ما يروم يعني كابتن اسلام في بعض التغييرات الجوهرية في أندية القسم الثاني بالنسبة للمديرين الفنيين يليت لو تذكرون على التغييرات بالشغل ده طبعا انفراض لحضرتك طبعا ده لسه منذ رحظات وطبعا الاعلان هيتم الاعلان خلال الساعة ما بعد الحلوة طبعا هيكون الكابتن احمد العجوز مجرم فنيا لنجي النجوم هيكون الكابتن سيد عيد لفريق الداخلية وهيكون الكابتن حسن موسى لفريق أنا قلت لحضرتها برضو قبل الهوى بلدية المحلة تقريبا لا الكابتن حسن موسى الكابتن حسن موسى البلدية فعلا بالضبط الكابتن سيد عيد الداخلية الكابتن سيد عيد الداخلية الكابتن احمد العجوز نادي النجوم طبعا بتمنى كل التوصيل طبعا لكل المديرين الفنيين عايز اقول لحضرتك كمان اسماء كيلة اسماء كبيرة جدا طبعا على المستوى التدريبي وعلى المستوى الفني فانا اعتقد كمان ان دورك تسمي تاني كابتن احمد هيشهد صفرة قوية في المقرحة الاخيرة اعتقد ان كمان بورتو عمل عمل مفاجئات في الدور المنتزي متصدر المجموعة برغم تعادل تعادل السلبي مع طنطا بالفعل بالفعل عايز اقول له حضرتك ان في اكتر من فريق يعني فيه كمان الفرق اللي هي كابتن احمد اللي كانت صعب للممتاز واللي كانت بتلعب في الممتاز يعني فريق زي فريق طنطا بحجم فريق طنطا كمان يا كابتن احمد احنا زعليني عليه جدا بالمستوى اللي هو بيمر فيه طنطا طنطا معها كمان رسوسها الغريبي يعني مش هو ده المستوى اللي طنطا تبقى فيه احنا عايزين فريق زي طنطا ان شاء الله تتخطى هذه الكبوة كابتن اسلام ان شاء الله طبعا طبعا كابتن احمد طبعا الشكرا جزيلا كابتن اسلام محمد مرسلنا ومراسل البرنامج كابتن عايز اتكلم عن اهم واميز اللاعبين بفريق الالفين واحد بنادي العب دامان طبعا عندنا لعيبة مريزة جدا كابتن احمد عندنا يعني بداية كده امير ايمن فيه مجموعة اللاعبة على فكرة عندنا اعراض الاندية ممتازبة ودارجة ثلاثة تلعيم من فريق الفين واحد تمام لعيبة مريزة امير ايمن عبدالحميد اونوار ميدو كريم واعر موجود معنا محمد طريمة محمد مددعك فيه العبيد فيه العبيد تم تصعيدها للتريقة اه طبعا الحمد لله الفترة اللي فاتت فيه العيبة موجودين صحابهم اه محمد طريمة محمد طريمة كريم واعر اه تصعد من عندنا اه برضو عبدالقبل ما يمشي عبدالحميد اونوار اه الحمد لله عندنا مجموعة مريزة جدا وفيه مجموعة بتشارك معنا في كاس مصر طبعا انت عارف حضرتك ان فيه خمس لعبين بينزول العو من الفريق الاول تمام اه الحمد لله فيه مجموعة كويسة مريزة بتنزل ايمان راشوان ومرعي علي ايمان مريزة جدا عندنا في نيضة ونهور ان شاء الله دول مستقبل نيضة ونهور عندنا باذن الله الفترة الجاية ان شاء الله طيب معنا الكابتن كريم حسني طبعا نجم نادي وهداف نادي العب ده منهور السابق اهلا وسهلا كابتن كريم اهلا سهلا بك كابتن احمد اه ببرك يا حديد اه بمشاكس اه طبعا العيب كريم ومشاكس مازال مشاكس بقى اه طبعا بجهور ملعب ومال ملعب عامل لك كابتن كريم الحمد لله والله احبت بكابتن مران اه حبيب اخوية وشخصية محترمة وواحد من اهم المدربين الموجودين على مستوى قطاع الماشئين اه كابتن كريم اتفضل ببرك له اولا على السعود اه در 16 فكات مصر تمام وان شاء الله يكمل المثير على الخير ان شاء الله كابتن في اخبار عايز تكلمنا عنها عن نادي العب ده منهور وموقف الفريق فضل اه في البداية بس احب اوضح اه من هزيمة فارقه لاخيرة وصف ملعب ده منهور وصف ملعبه وامان جماهيره تمام اه كانت بمثابة اه الهزة القوية في الجهاز يعني من بعد المباراة و اه وطلب كابتنية عبد الواحد اه رحيل اه او الاستغناء عن الجهاز المعاون تمام وطلب الاستمرار حتى مباراة فرصة في مباراة البلدية انه يكمل بالمخططة الاحمال و بالمعايد البدني اللي معاه ومحل الهداء رفض اه دخول اي عنصر قبل مباراة البلدية تمام لان الفريد اللي دلوقتي في موقف واحش و بيحاول على قد ما يذرك التناسي عبد الواحد ان يحافظ على عمال ده منهور في البقاء في الممتاز ده تمام يعني ده كده الموقف حارج بالنسبة لنادي العبد الواحد بعد ما كم تصدر المسلم المقادي تمام ده العبد الواحد تلتيب والعاشر ب25 من النقطة والمسلم انه هو عنده سبع مباريات من ضمنهم تلات مباريات للفرق اللي بتنافس اللي بتنافس هو برضو في موقف حارج بس ان شاء الله طبعا يتخطى هذه الكبوة بإذن الله كاتن كريم مبارات البلدية اللي جاية حتكون يعني بمسابة تعلق الزجاجة كسب تده ونور قدر يحصل على ثلاثة بونت حيكون موجود ان شاء الله بقوة ان هو يعزز وجوده في الممتاز بس بس يعني في حالة غليام موجودة في الممتاز ده مش الوضع الطبيعي اللي نادي على عبد الواحد طبعا كاتن كريم في اخبار او كواليس اتفضى كنت تتكلمت مع حضرتك قبل كده للمندية الجماهيرية بينقصها الدعم المادي وينقصها يكون في دعم للمندية دية كل للمندية الجماهيرية دلوقتي بدت تدخل بسمارة عندها وبدت ان هي تدعم موقفها وتكون بشكل قوي ان هي تنافس عندها شركات اللي دلوقتي موجودة في قوة بسبب الظروف المادية القوية لها كنت تتكلمت مع حضرتك قبل كده بخصوص الاستثمار الرياضي وينلازم نادي ده منهور يوجد الموارد تعينه على تخيمات المشوار تمام كابتن كريم طبعا شكرا جزيلا كابتن كريم حسني لاعب ونجم نادي العب ضمنهور السابق كابتن مروان يعني اميز اللاعبين يعني احنا يقولنهم في حد تاني مميزين اه طبعا في فارس صبحي لعيب مميز جدا احنا منستعين على مدار الموسم كابتن احمد بلعبين كمان من موليد 2002 و200 عندنا دونجا لعيب كويس جدا نصف ملعب في يونس علي عندنا الحمد لله قاعدة كويسة جدا فرود الفريق احمد عمر احمد عمر مميز برضو لعب كويس اه لعيب كويس جدا طبعا احمد عمر ظروف اصاباته بس شوية فرود مميز جدا في الصندوق لعيب كويس جدا لعيبة المميزة يعني ان شاء الله هدف الفريق لمستقبل اه طبعا من هدفين الفريق هو فارس صبحي وايمن رشوان يعني في مجموعة مبشرة بالخير جدا والله كابتن احمد ان شاء الله يعني نادي طبعا طبعا يعدي من الكابول الفريق الاول بإذن الكابتن ياسر عبد الواحد وان شاء الله نشوف اللعبة ديها في خلال السنين اللي جاية لازم تاخد فرصتها تمام بشكل كويس ان شاء الله طيب المجموعة مجموعة الصعيد في القسم الثاني طبعا فوز الاعلاميين على نادي الطهطة بثلاثية مقابل هدفين مركز شباب السمسطة يتعادل مع صهاج بهدف لكل منهما وتعادل سلمي بين نادي الفيوم ونادي بني سويف طبعا بني سويف عمل مجموعة كويسة توليفة كويسة ولكن للأسف الشديد نتائجه برضو مش مطمئنة بالنسبة لمجموعة الصعيد يتصدر هذه المجموعة الشرية للدخان برصيد 48 نقطة والألمونيوم يلاحقه برصيد 44 نقطة والمينيا في المركز الثالث برصيد 42 نقطة وبني سويف في المركز الرابع برصيد 40 نقطة طبعا تلفونات بني سويف ألقت هزيمة على بنادي شرية للدخان المتصدر وطبعا كان نجم المباراة حرس المرمى الشاب أحمد أدري موليد 99 هنعرضوا صورة دلوقتي من اللعبة أو الحراس المرمى المتميزين خاد الفرصة عشان إصابة الحرس الأول وتمكن من طبعا مساعدة الفريق بفوزه على نادي الشرقية للدخان طبعا في المركز الأخير طهطة وأسيوت أسمنت أسيوت وكيمة أسوان طبعا في المركز الأخيرة بالترتيب كابتن ماروان بالنسبة لطمنا على مستقبل هذا الفريق فريق الألفين واحد إن شاء الله كابتن أحمد من بكرة بإذن الله نبدأ نستعد لدرس 16 في كاس مصر الطموح طبعا يعني عالى عندنا إن شاء الله الفترة الجاية تماما نبدأ نستعد بإذن الله للمبيضات حاس حدود منحاول أن احنا بإذن الله نوصل لأبعد مدف في بطول الكاس مصر طموحنا عالي الحمد لله بشكر من خلاك اللعبة كلها تماما على الفترة اللي فاتت ديات عامليه مجهود كبير جدا في ظل ظروف صعبة طبعا فبإذن الله يعني إن شاء الله نبدأ نستعد للمراكة قادمة مع الحرس بإذن الله نتائج خير إن شاء الله الفترة الجاية بإذن الله بإذن الله شكر خاص عاستواجهه لأحد الأشخاص في هذا المجال في أحد الأشخاص في هذا المجال طبعا أنا بشكر طبعا كل مدرب ليه فضل علي تعلمت منه الفترة اللي فاتت كابتن سفر رجب كابتن ناصر راشد كابتن محمد العرجاوي كابتن بسام الناس اللي هي فضل علي طبعا اشتغلت معهم ناس كتير جدا طب شكرا خاص بقى لحد خارج المجال طبعا والدتي الغالية طبعا بشكرها جدا وزوجتي طبعا ربنا خدهنك كبير ربنا خدهنك كبير ربنا خدهنك كبير ربنا خدهنك كبير وربنا وفقك كده في القريب العاجل بإذن الله وتحقق نتائج طيبة بإذن الله إن شاء الله كابتن أحمد وأنا بتشرف أن كنت موجود مع حدودك بشكر ضيف الكريم الكابتن ماروان بسيوني المدير الفني لموليد 2001 بنادي ألعاب ضمنه هنطلع للفاصل ونستقبل ضيوفنا الكرام الكابتن أسامة خليفة واللاعب محمد ياسر